قصة عيسى عليه السلام وجدتها يا عائشة وجدتها ماذا وجدت؟ الصفحة الشخصية لصديقي الفلسطيني الذي أخبرتك عنه تقصد الذي قابلته في موسم الحج الماضي وكان من مدينة غزة؟ إنه ليس من مدينة غزة بل من مدينة بيت لحم وهل توجد مدينة بهذا الاسم في فلسطين؟ بالطبع إنها المدينة التي حدثت فيها معجزة ولادة نبي الله عيسى عليه السلام معجزة؟ وما هي هذه المعجزة يا طلال؟ أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إلى السيدة مريم بنت عمران عليه السلام فنفخ فيه من روحه بأمر الله فحملت بعيسى عليه السلام فولد عيسى عليه السلام في مدينة بيت لحم وقد انفرد من بين البشر بنسبه إلى أمه المعروفة بالطهر والعفاف الآن فهمت لماذا سمي بعيسى بن مريم؟ أنا أعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فماذا أنزل الله على نبيه عيسى عليه السلام؟ أنزل الله تعالى الإنجيل على نبيه عيسى عليه السلام وعلمه التوراة التي أنزلت على موسى من قبل إذ قال الله تعالى في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أستنتج من هذا أن عيسى عليه السلام أخذ يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له كدعوة الأنبياء جميعا هذا صحيح لقد أخبرتنا المعلمة أن الأنبياء قابلهم أقوامهم بالرفض والإعراض فهل فعل قوم عيسى عليه السلام مثل ما فعل الآخرون؟ آمنت طائفة منهم وكفر الباقون ثم عزموا على قتله وصل به لكن الله نجاه منهم قال الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما هل تعني أن نهاية قصة عيسى عليه السلام غير معلومة؟ على العكس يا عائشة إن الله عز وجل أنجى عيسى عليه السلام من كيد كفار اليهود وخيب سعيهم فلم يقتلوه ولم يصلبوه بل رفعه الله إليه ففي آخر الزمان حين يعم الظلم يأمر الله عيسى عليه السلام بالنزول إلى الأرض ليرفع الظلم ويعيد حكم الإسلام مدة أربعين سنة وبعدها يموت عيسى عليه السلام ويصلى عليه ويدفن في الأرض مثل بقية البشر شكرا لك يا أخي على هذه المعلومات ولن أنسى أبدا مدينة بيت لحم عفوا يا أختي والآن لخصي لنا ما تعلمته اليوم يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي مولده ولد عيسى بن مريم عليه السلام في مدينة بيت لحم وقد ولد من غير أب الكتاب الذي أنزل عليه الإنجيل موقف قومه من الدعوة آمنت به طائفة وكفر الباقون حقيقة نهايته أنجى الله عيسى عليه السلام ورفعه إليه وسينزل إلى الأرض بأمر الله ليرفع الظلم ويعيد حكم الإسلام ثم يدفن في الأرض مثل بقية البشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر